وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيد شادي نشابة الكاتب والمحل الاسياسي من لبنان سيد شادي بعد التحية لبنان يعود مجددا إلى مربع الصفر بعد اعتذار السيد مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة برأيك ما هي أسباب فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة ومن يتحمل مسؤولية هذا الفشل مسؤولية الأولى تقرأ على التناء الشيعي وبالتالي من خلفهم هي إيران فيبدو أن هناك طلبات إيران من المجتمع الدولي وتتفاوض معهم من خلال أحد أوراق التي تفاوض معهم بها هي لبنان ولذلك شاهدنا هذا الإصرار للثماء الشيعي على موضوع وزارة المالية وبعد أن حلت عقدة وزارة المالية أصبح يريد الثماء الشيعي تسمية الوزراء الآخرون حتى الشيعة وبالتالي تفريغ المبادرة الفرنسية من مضمونها وبالتالي لبنان نقبل للأسف على فترة من التوتر السياسي لأن ما أثر عليه أصناء الشيعي في موضوع وزارة المالية أن تكون الإنباء الثالث مع الطائفة الشيعية في لبنان وبالتالي نحن نتحدث عن المثالثة في السلطة التنفيذية وبالتالي نحن نتحدث عن تعديل في النظام السياسي لبناني وبالتالي يكون مواقف أخرى للطوائف الأخرى في لبنان لتمسك ببعض النفوذ وإلى الظهار إلى نظام سياسي جديد ممكن أن نشهد مزيدنا لمركزية الإدارية الموسعة ممكن أن نشهد مزيدنا التفاوض على بعض الفقائد الموجودة في لبنان ليس فقد على الصعيد إذن أستاذ شادي ترى أن تبعات هذه الاستقالة ستكون ثقيلة على لبنان المثقل بأزماته ومحنته كيف ترى المشهد السياسي اللبناني خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل استمرار التجاذبات الحزبية وأيضا ما هو مصير المبادرة الفرنسية الذي طرحها الرئيس الفرنسي ماكرو سأقسم المشهد إلى مشهدين المشهد السياسي ومشهد اقتصادي في المشهد السياسي أعتقد أن موضوع المبادرة الفرنسية والخطة الزمنية التي وضعها ماكرو أصبحت شبه مفررها من مطمونها فموضوع تفعيل المبادرة الفرنسية أصبح من الصعب في هذه المرحلة إلا إن جرى اتفاق أمريكي إيراني فرنسي عربي على موضوع لبنان وكما نعلم أن موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني هو مرتبط بالانتخابات الأمريكية أما بخصوص الوضع الاقتصادي الاجتماعي اليوم بعد لحظات من استقالة الرئيس الحكومة المكلفة جرى مزيد بالانهيار للليرة اللبنانية واحتياطي مطرف لبنان اليوم لا يحلل سوى شهرين للمواد الأساسية في لبنان مثل الأدوية والخمح والنفط وغيرها من الأمور فلبنان مقبل على مزيدنا التحركات في الشارع ومزيدنا التظاهرات في الشارع وممكن أن نشهد بعض التوترات السياسية في الأعلام وفي الميدان وبالتالي لبنان مقبل على انتجار صغير ممكن أن نقول عن المشبيره إلا إن جرى تسوية سياسية يضمنها مختلف القوى الإقليمية والدولية لضبط الملف اللبناني لضبط النزاع في لبنان والجميع ينتظر كما ذكرت منذ قليل الموضوع التسوية الأمريكية الإيرانية فلبنان اليوم يذهب إلى المجهول إلا إن جرى ضبط هذا الإقاع من خلال تسوية سياسية لأن جميع يعلم أن إيران تريد أن تفاوض المجتمع العربي والدولي من خلال الورقة اللبنانية وصلت الفكرة السيد شادي نشاب الكاتب والمحل الأسياسي كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت كل الأمنيات للبنان الشقيق والشعب اللبناني بالأمن وبالاستقرار ترجمة نانسي قنقر